ميدانيا استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب خمسة عشر آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا وذلك في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة يأتي ذلك بعد يوم واحد من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة تابعة للوكالة الأممية في مخيم النصيرات واستقطاع غزة كما استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل لعائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة واستشهد فلسطينيين في غارة شنها طيران الاحتلال على منطقة الجعفراوي شرق دير البلح واستقطاع غزة وتم نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة